رضي الشيخ نحن على أعتاب شهر رمضان وموضوع علو الهمة من الأهمية بمكان في هذا الشهر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل شهر رمضان ويستعد له في مثل هذه الأيام التي نمر بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم ومبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذاه أما بعد فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يستقبل شهر رمضان أولا بالإكثار من الصيام في شعبان فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثره قالت أمنا عائشة بل كان يصومه كله وذلك من باب التهيئة والاستعداد وتعويد النفس ثم ثانيا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بمقدم رمضان ففي صحيح ابن خزيمة أنه صلوات ربي وسلام عليه خطب الناس في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر كريم مبارك افترض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه من وفق فيه إلى خصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر جزاؤه الجنة وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن إلى آخر الحديث فها هنا نبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بمقدم هذا الشهر الكريم ثالثا كان نبينا صلوات ربي وسلام عليه حريصا على بيان مزايا هذا الشهر المبارك من أجل أن يعلم الناس أنهم قد أظلهم وقت لا كالأوقات وواجب عليهم اغتنامه فمثلا يقول لهم عليه الصلاة والسلام أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطاهن أمة من الأمم قبلها خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويزين الله عز وجل في كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنه المؤونة والأذى ويصيروا إليك وتصفد مردة الشياطين ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا وإنما يعطى الأجير أجره إذا وفى عمله النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا وهذا يعني حديث من أحاديث كثيرة يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام مزايا شهر رمضان وخصائصه أيضا مما كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام أنه بفعله يبين لأصحابه كيفية اغتنام الوقت في رمضان فكان يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في كل رمضان مرة يعني لهم في كل رمضان ختمة ختمة مدارسة فلما كان العام الذي توفي فيه نزل عليه جبريل فراجعه القرآن مرتين فنبي عليه الصلاة والسلام قال وما أراني إلا قد حضر أجلي ونبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في رمضان اعتكف العشر الأول فنزل عليه جبريل فقال يا محمد إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواصط فقال له جبريل إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواخر على ذلك استقر حاله صلوات ربي وسلامه عليه فنبي عليه الصلاة والسلام هو في نفسه قدوة يعني ما كان يقول للناس كلاما مجرد كلام وإنما يرون من أفعاله صلوات ربي وسلامه عليه أنه يغتنم كل لحظة من لحظات هذا الشهر المبارك ثم خامسا النبي عليه الصلاة والسلام جعل من رمضان شهرا للجهاد شهرا للجهاد كان يبعث فيه السرايا ويوجه فيه البعوث وهو نفسه صلوات ربي وسلامه عليه أعظم غزوتين في تاريخ الإسلام كانت في رمضان غزوة البدر وهي مفتتحة الغزوات الكبيرة ثم بعد ذلك الخاتمة بغزوة الفتح التي جعلت مكة دار إسلام بعد أن كانت دار حرم ترجمة نانسي قنقر